بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك لحجة ابن الحسان سلواتك عليه وعلى بائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً بحافظاً وقاعداً مناصراً ودليلاً بعيناً حتى تسكنه عرضك توام وتومدته فيها طبيلاً از همان لحظه که مهرش به دلم پر چمزه از همان لحظه که مهرش به دلم پر چمزه از همان لحظه که مهرش به دلم پر چمزه از همان لحظه که مهرش به دلم پر چمزه از همان لحظه که مهرش به دلم پر چمزه از همان لحظه که مهرش به دلم پر چمزه از همان لحظه که مهرش به دلم پر چمزه از همان لحظه که مهرش به دلم پر چمزه از همان لحظه که مهرش به دلم پر چمزه حرم أبي عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد البسين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نسام العالمين السلام عليك يا آثار الله وابن أثار والبطر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله السلام عليك يا أبا عبد الله لغد عظمت الرزية و جلت و عظمت المصيبت و بك علينا و على جميع أهل الإسلام و جلت و عظمت مصيبت و بك في السماوات على جميع أهل السماوات فلان الله أمتاً أسسات أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت و لعن الله أمتاً دفعتكم أم مقامكم و أزالتكم أم مراتبكم التي رتبكم الله فيها و لعن الله أمتاً غتلتكم و لعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريتو إلى الله و عليكم منهم و من أشيائهم و أتباعهم و أوليائهم يا أبا عبد الله اني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة و لعن الله عال زياد و عال مربان و لعن الله بني عمية غاتب و لعن الله ابن مرجان و لعن الله أمر ابن سعد و لعن الله أمتاً أسرجت و الجمعت و تنقبت لعتالك بأبي أنت و أمي لغد عظم مصابيبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك و أكرمني بك أن يرزغني طلب ثارك معا إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه و عالم اللهم جعني اندك و جيهن بالحسين علیه السلام في الدنيا والآخرة يا عبو عبد الله إني أتغرب إلى الله و إلى رسوله و إلى أمير المؤمنين و إلى فاطمة و إلى الحسن و إليك بموالاتك و بالبراءة من من غات لك و نسب لك الحرب و بالبراءة من من أساس أساس الظلم والجور عليكم و أبراءة من من أساس أساس الظلم و بنا عليه بنيانه و جرا في ظلمه و جوره عليكم و على أشياكم بريتو إلى الله و إليكم منهم و أتغرب إلى الله و إليكم بموالاتكم و موالات وليكم و بالبراءة من أعدائكم و الناصبين لكم الحرب و بالبراءة من أشياهم و أتباعهم إني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولیون لمن موالاتكم و عدوون لمن آداتكم و أسأل الله الذي أكرمني به معرفتكم و معرفت أوليائكم و رزقن البراة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة و أن يثبت لي عندكم غدم صدق في الدنيا والآخرة و أسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله و أن يرزغني طلب آثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم و أسأل الله بحقكم و بالشأن الذي لكم عنده أن يعتيني به مصابي بكم أفضل ما يُعطي مصاباً بمصيبتي مصيبتاً ما أعظمه و أعظم رزيّتها في الإسلام و في جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا من من تنالو منك اللهم إِنَّ هَذَا يَوْمُنْ تَبَرَّكَتْ بِهِي بَنُوْمَيَيَ وَبْنَ آجِلَتَ الْأَجْبَادِ اللَّعِينَ وَبْنَ اللَّعِينَ على لسان جا و لسان نبیه صلى الله عليه و عالم في كل موتنين و موقفين و غفافیه نبیه صلى الله عليه و عالم اللهم ملعن عبا صوفيانه و معاویه و یزید ابن معاویه عليهم منك اللعنت و عبد العابدین و هذا يوم فرحت بهی آل و زیادم به آل و مربان بقتلهم الحسین صلوات الله عليه اللهم فضاعب عليهم اللعن منك و العذاب العليم اللهم إني اتغرم إليك في هذا اليوم و في موقف في هذا و أيام حياتي بالبراءة منهم و اللعنت عليهم و بالمبالات لنبیه و آل نبیه عليهم و عليهم السلام اللهم الان اول ظالمين ذلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین و شائعات و بايعات و تامعات على غتل اللهم لعنهم جميعا مع تمر السلام عليك يا عبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبداً ما بغيته و بغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسین و على علي بن الحسین و على أولاد الحسین و على أصحاب الحسین اللهم خس أنت أول ظالم باللان مني و ابدأ به أولاً ثم الثانياب الثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامساً و لعن عبيد الله ابن زياد و ابن مرجانه و عمر ابن سعد و شمراد و على أبي صفيان و على زياد و على مرغانه الى يوم القيام اللهم لك الحمد و حمد الشاكرين لك على مصابحه الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزغني شفاعة الحسين يوم الورود فثبت لي غدم صدق عندك مع الحسين و أصحاب الحسين الذين بذلهم و هجهم دون الحسين اللهم عليه السلام شكرا شكرا